السائل الخير يا معا هنبدأ دلوقتي في تسجيل المحاضرة التانية للأسبوع الاول تمام في مادة التحليل الفني احنا لسه شغالين برضو على البائعين والمشترين بنفس الفكرة لسه شغالين على ان انا بكمل الاسبوع الاول اللي هي المفروض ان في الاسابيع اللي كان هو تبقية رينا دي المحاضرة التانية اه دلوقتي احنا لسه موجودين في فاصلة التالت هنا عندها ناك هي كانت رسوم البيانية او انواع رسوم البيانية فبدأنا ان احنا نتكلم على اساس ان احنا واحد هنتعرف على الخط البياني هنتعرف على الاعمدة البيانية هنتعرف على الشموع اليابانية هتعرف على ال point and figure تمام وزي ما اتفقنا انت حضرتك هتبقى بتكمل لي بيانات على الرسومات ففي رسومات كتير جدا حضرتك متقدرش ترسمها اصلا ما عليك اللي انت تتعرف عليها وتتعرف على البيانات الخاصة بيها كاملة اكيه الخط البياني اول حاجة او line chart من اسهل الطرق ان المستخدم على الاطلاق العرض او تسجيل حركة سعر معين فببدأ ان انا بستخدم كأننا بترسم رسم بياني بزبط في محور رأسي وفي محور افقي ببدأ ان انا اتكلم على ان انا انا هحط ايه على الرسم ده حضرتك هتحط لي سعر الاقفال يعني اللي مرسوم جوه ان انا بيهمني سعر الاقفال حيث انا هناك اعتقاد بانهم هو عبارة عن السعر الاهم لانه في اللحظة دي بيعلن لي مين اللي فاز هل هما التيران هل هما الدبابة نعم يبقى عندي هنا من اسهل الطرق المستخدمة على الاطلاق في عرض وتسجيل الاسعار هو عبارة عن الخط البياني حيث كونه بيعتبر ان سعر الاقفال دوت اهم حاجة يبقى سعر الاقفال بيتعامل وخط البياني مع سعر الاقفال بيبدأ so far يبقى يعارضني ان السعر دوت هو عبارة عن اللي هو دخلني اللي قمت لي المين كتيران والدبابة وبعد كده قام لي انه هو عبارة عن انا قلت فيه محورين فيه محور افقي وفيه محور رأسي المحور الأفقي هتلاقي بيعابر عن الزمد المحور الرأسي هتلاقي بيعابر عن السعر ايه دكتورة اللي انا بيستخدمه قوله هو سعر umaieldاقفال بعد كده بدأنا أن هو بيتم تسجيل أسعار الأقفال اليومية بوضع نقطة في المكان المحدد للسعر يعني لو أنت شغال على شركة مثلا ألفا أتجيب لي سعر الأقفال لليوم الأول لليوم الثاني لليوم الثالث لليوم الرابع وتبدأ تحطي لي نقطة طبعا أنت حاطت الزمن على المحور الأفقي وحاطت على المحور الرأسي السعر قدام كل توقيت أنت بترسم له سعر وهتاخد سعر الأقفال عند اليوم ده وتبدأ تحط له نقطة وبعد كده هتوصلهم ببعض عن طريق خط ممهد يعني بخط عادي ممهد مش خط بمسطرة فينشأ خط يعبر عن حركة واتجاه سعر السهم يبدأ يقول لك السهم ده بقى باين لما توصل أكتر من نقطة بعض خلي بالك نقطتين يفين يقول لك السهم ده طرع ولا نزل ثلاثة لتأكيده نقطتين لحركة السهم ثلاثة لتأكيده طيب فيبدأ يجي شكل الخط البياني أهو هتلاقي عندك بالنسبة للمحور الرأسي هو اللي هو سعر الأقفال اليومي بدأ ياخد للجولاي 2018 أوجست 2018 سبتمبر 2018 فبدأنا أن احنا نتكلم على دي حركة سعر الأبل لو خدها يومي لو خدها شهري أو 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 بدأ يقول لك أن أنا خليب لك لو لاحظت أن أنا عندي هنا نقول مثلا أنه كمية وتسعين بدأ يطلع 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 يتكلم على عمود بياني بيتم بها تسجيل أعلى سعر وأدنى سعر وأحيانا سعر الفتح وسعر الأقفال يبقى هناك أنا كنت برسم بس الزمن والسعر وأنا باخد سعر الأقفال هنا بقى لأ بقى يقول لي أعلى سعر وقول لي أدنى سعر وقول لي سعر الفتح وقول لي سعر الأقفال كمان أو الإغلاق الإغلاق بنسمي الإغلاق أو الإقفال لكل فترة زمنية معينة ممكن تكون ساعة ممكن تكون إسبوع ممكن تكون شهر قالك أن المحور الرأسي برضو بيمثل السعر والأفقي بيمثل الزمن يبقى أنا ما تغيرتش غير أني هناك باستخدم أقفال بس هنا فتح وأقفال وأعلى سعر وأدنى سعر يتم الرابط ما بين أعلى سعر وأدنى سعر بخط عمودي بعد كده قالك أن سعر الأقفال هتشوفه دلوقتي علامة على الخط اللي انت خدته ما بين أعلى سعر وأدنى سعر نحية اليمين يبقى كأنك أخدت عمود أو أسقطت عمود من أعلى سعر إلى أدنى سعر فبقى عندي عمود رأسي حلم؟ بدأ يقول لي أن أنا أحط علامة على نحية اليمين تعبر لي عن سعر الأقفال أو الفلوزنج برايز حط علامة جهة اليسار تعبر لي عن سعر الفتح حلم؟ ويضب ملاحظة أن الخريطة اليومية لها أنا دي قدر أعملها قال لي ساعة أو أسبوع أو شهر الخريطة اليومية تختلف عن الشهرين لأنه خلي بالك قال لي أن أنا لما باجي أبص على سهم أنا الأول ببص على طاولة الأجر أشوف السهم ده ماشي إزاي زي ما بصيت على الأبل بس ما كانتش أعمدة كانت خط بسيط على الأبل شفت اتجاهه اتجاهه عبر الشهور الأول قبل ما بص خلال اليوم عشان أشوف السهم ده كان في الشهور عامل إيه؟ عشان لو نزل يوم ولا وقع يوم ما إحنا قلنا أن أنا عندي بالنسبة للتحليل الفني لما درسناه قبل كده قلنا أن أنا باهتمش بيخفل الفترات قصرة الأجل هو بيهتم بطويل الأجل أكتر لأن اللي بيحصل أثناء قصير الأجل ممكن يبقى عرض أو ظاهرة قابلة الاختفاء فبالتالي قالك أن محللين الفنيين بيبدأوا يعتبدوا الأول على التحليل اللي هو للأجل الطويل وبعد كده يبص للأجل القصير حال؟ طيب وبيكون شكلها كالتالي بص بقى الشهور هتلاقي عند حضرتك أن أنا عندي أعلى سعر اللي هو الـ High ويه؟ الأقل سعر اللي هو اللقم روح تراسم خط عمودي وصل ما بين أعلى سعر وأقل سعر ورح تواخد الـ Closing Price اللي هو سعر الأكفال حطيته على اليمين والـ Opening Price حطيته على الشمات خلي بالك هنا الـ Closing Price إيه؟ أعلى من الـ Open يبقى السعر ده حقق، السهم ده حقق ربح يبقى السهم ده صعب كان فاتح مثلاً عند الـ Open نقول على سبعين أفل عند تسعين تمام؟ بس أفل أقل من السعر الأساسي من الـ High بتاعه واضح الرسمة يبقى أنا باخد الـ High والـ Low أعمل ما بينهم خط بعد كده سعر الأكفال بيبقى على اليمين، سعر الفتح بيبقى على الشمالة الرسمة دي تتقل إزاي؟ الرسمة هنا أن الـ Closing Price كان أقل من الـ High أصل وأن الـ Closing Price كان أعلى من الـ Open وخلي بالك أن الـ Open كمان ما وصلش لدرجة الـ Low تمام؟ كما هو موضح فيتم التعرف عليها من على أعلى سعر اللي هو الـ High وأدنى سعر اللي هو الـ Low وصل إليه السهم خلال الفترة المرسومة عنها الشكل وبيكون الأكفال هو الـ Closing Price على اليمين والفتحة والـ Open Price على اليسور قال لك بعد كده في بقى الشموع اليابانية بص يا سيدي بالنسبة للشموع اليابانية دي ممتعة جدا على طريق وأنا نتوال جزء منها هنا ونبدأ نكملها بعد كده تشبه تلك الطريقة إلى حد كبير طريقة الأعمدة الأعمدة اللي إحنا لسه وغدانها والتي تحوي كل البيانات الخاصة بالأسهم فيها بيانات كتير والتي يتم تسجيلها على الأعمدة بالإضافة بقى إلا إنه هو أعطى أهمية بالنسبة لسعر الفتح يبقى لو أنت رجعت خدت الخط البياني كما كان بيهتم فقط بالأكفال بدأ فيه عند لوحة الأعامدة بدأ يحط أعلى سعر وأدنى سعره وسعر الأكفال وسعر الفتح بعد كده بالنسبة للشموع البيانية قالЧب أنا هخط نفس ده بس أنا هيبقى عندي أهمية بالنسبة لسعر الفتح أنا لازم أقرنه بالأكفال يعني الكلام اللي احنا قلناه على شرح الرسم اللي فيه حضرتك هنا بتعمله علشان تشوف الشمعة دي تبقى سودة وبالتالي نخسرت ولا الشمعة دي تبقى بيضة وبالتالي نكسبت ففرق الشموع اليابانية عن الباقي انهم أعطوا أهمية لسعر الفتح خلي بالك من الوقت أعطوا أهمية لإيه وبيستخدموا إيه والرسمة بتشير لإيه والرسمة عليها إيه يتم تسجيل حركة الشمعة هنا بشكل فعلا بيشبه الشمعة وهي عبرها عن مستطيل طويل له فتيل علوي وفتيل صفلي يعني زي ما بيجيب شمعة عنده حضرتك تلاقي شمعة فيه فوق فتيل وفيه تحت فتيل فيها خيط الفتيل العلوي ده هو أعلى سعره وصله السهل الفتيل الصفلي هو أدنى سعره وصله السهل لاحظ أن سعر الفتح ممكن يبقى في الأعلى في الفتيل الأعلى أو في الأسفل وبرضو الإقفال ممكن يبقى في الأعلى أو في الأسفل على حسب السعر فتح على كام وقفل على كام يعني أنا الطبيعي أن الفتيل العلوي هو أعلى سعر مليش دعوة بقى فتح ولا إغلاق والفتيل الصفلي هو أدنى سعر برضو مليش دعوة فتح ولا إغلاق فوارد إن أنا عندي أعلى سعر ممكن يبقى الفتح فتح على سعر عالي أوي وقل أو العكس فتح على سعر قليل وزيد كي؟ وجسم الشمعة نفسه بيطلق عليه الريل بادي جزء الشمعة نفسه الجسم بتاع الشمعة ده الريل بادي ونيل والفتيل اسمه الشادو اللي هو الضل بتاع الشمعة فبدي أقول لك وتمثل كالتيل هنبدأ بقى من المحاضرة الجاية اللي هي إن شاء الله الأسبوع التاني المحاضرة الأولى في الأسبوع التاني نتعرف على الشموع الياباني وكده تكون نتهت المحاضرة دي مرسليكه جدا جدا بجد ومعليش يعني أنا عارفة موضوع ممكن يكون صعب شوية من خلال الفيديو بس إن شاء الله نتواصل يعني وميرسي جدا لكم علام مسؤولة عمدة التحليل الالفادي شكرا